نعقد اليوم برباط مجلس للحكومة برئاسة سيد عزيز خنوش رئيس الحكومة وفي بداية أشغاله تداول المجلس وصدق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والدرائب غير المباشرة بعد ذلك صدق المجلس على مشروعي مرسومين يهمان إعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي وكذا في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتش التعليم كما اطلع مجلس الحكومة أيضا على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكفونية ومشروع القانون الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور ثم اختتم المجلس الحكومي أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور